اهلا محاضراتكم في هذه التغطية تستحوذ غزة على قلوب عقل الملايين حول العالم تعطفا معها ومع العدوان الشرس عليها لكن كارثة اخرى تجري اليوم قالت عنها صحيفة الجارديان البريطانية انها نكبة جديدة بناء على تجربة عيشتها مع فلسطيني في احدى كرة الضفة الغربية وما يتعرض له الفلسطينيون من تصاعد للعنف على يد المستوطنين الاسرائيلي وفي مقال لها من القدس قالت مرسلة الجارديان بثان نيكرنان ان الحياة في زانوتا وهي قرية فلسطينية على قمة هضب الجنوب تلال الخليل في عمق الضفة الغربية لم تكن سهلة على الاطلاق اذ يتألف معظم سكان هذه المنطقة من رعاة اغنام كانوا يرفضون باسرار مغادرة منازلهم رغم الصعوبات المتزايدة التي يفرضها جنود الجيش الاسرائيلي من جهة والمستوطنون المتطرفون من جهة اخرى ولكن بعد اسابيع من عنف المستوطنين المكثف في اعقاب هجوم المقاومة على اسرائيل في السابع من اكتوبر الماضي اتخذ سكان القرية البلغ عددهم 150 فردا قرارا جماعيا بالمغادرة وحسب صحيفة بدأ المستوطنون المسلحون باقتحام منازل الفلسطينيين ليلا وضربوا البلغين ودمروا وسركوا ممتلكاتهم وقاموا بترويع الاطفال ويوم الاثنين الماضي بكى الرجال والنساء اثناء تفكير بيوتهم وجمع الواحي الطاقة الشمسية وعلف الحيوانات والامتع الشخصية بشكل عشوائي بشحنات صغيرة هربا من المستوطنين وقال عجوز فلسطيني يبلغون العمر 71 عاما للمرسلة انها نكبة جديدة مستذكرا طرد 700 الف فلسطيني عام 1948 بعد قيام دولة اسرائيل واضاف اسرتي ستذهب الى قرية رفات لكننا لا نعرف اي احد هناك ولا نعرف ما نقوله لاطفالنا وكرنا تقرير الصحيفة بين حال المدنيين المحاصرين في قطاع غزة وهم لا يستطيعون المغادرة وحال من يكبرون في الضفة الغربية على مغادرة منازله واضافت الصحيفة انه كثيرا ما يتم هدم سهاريج المياه الفلسطينية والالواح الشمسية والطرق والمباني فيها بحجة انها لا تملك تراخيص بناء وهذا امر يكاد يكون مستحيل الفصول عليه بالمقابل تزدهر المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية المجاورة ولفت تالجارديان الى ان المستوطنين الاسرائيليين رعاة الغنم كانوا قد سيطروا فعليا على 10% من المنطقة خلال 5 سنوات تقريبا ولكن في العام الماضي سيطروا على نحو 110 كم مربع من الضفة الغربية وضموها الى بؤر استيطانية رعاوية وقال بحث ميداني من قرية سوسيا للصحيفة انه تعرض للضرب والاعتقال عدة مرات اثناء عمله لصالح مجموعة بتسليم الاسرائيلية لحقوق الانسان مضيفا انه بعد ان قررت الان كرة باكملها مثل زنوتا الرحيل يخشى ان يكون هناك تأثيرات مستمرة في هذه المنطقة وبحسب منظمة بتسليم فقد هجر في الاسابيع الثلاثة الماضية 858 فلسطينيا من 32 قرية مختلفة كما هجر سكان اكثر من 13 قرية بكاملها قسرا والاعداد تتزايد كل يوم مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون ليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت شكرا جزيلا لحضرت